موسيقى صباح الخير أحبائي وعزائي وكل عام وأنتم بخير في البداية أشكر كل المشترك القناة الحمد لله كل يوم بنزيده الميت مشترك وبطلب من كل إخوتي يأخذ برقة القديس العظيم ماري جيرجس والملكة هي العدرة ملكة الملوك أم والدة الإله النهاردة حديثنا والموضوع ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية من هي بسمة الكويتية؟ بتقول أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية أعلن وأعلنت وتقول أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية بهذه الكلمات قلبت الفنانة بسمة الكويتية مواقع التواصل الاجتماعي بعد عشر مقطع فيديو تعلن فيها ارتدادها عن الإسلام واعتنقها اليهودية بسمة الكويتية أصبحت الترند خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحتها ويجومها على الإسلام وأصارت الجدل مرات عديدة بطرق مختلفة حيث قالت مسبقا أنها تحفظ القرآن كاملا وأنها من ضمن العشرة الأوائل في حفظ القرآن الكريم بالكويت لكنها في نفس الوقت تعشق الغناء والفن الذي قالت عنه قبل ذلك أنه حراما وتريد أن تتركه وقالت بسمة الكويتية في الفيديو الأخير أعلن معارضتي وعدم انتمائي لنظام الصباح الذي يرفض التطبيع وحرية الرأي لا ولاء ولا انتماء كانت تسمع تسعى بسمة الكويتية لتكون نجمة الطرب الخليجي لكنها لم تستطع تحقيق ذلك الحلم فقد اعتذرت لمدة عام كامل وعادت بعدها لتعلن لجمهورها أنها ستكون نجمة الخليج لتسير الجدل من جديد وخلال فترة اعتنقها الإسلام صرحت بسمة الكويتية بعد تصرحات احتسبت عليها فيما بعد حيث قالت سابقا إن الفن محرم وتتمنى الهداية من الله والاعتزان لكنها في نفس الوقت تهوى الغناء والرقص بشدة كما قالت بسمة الكويتية مسبقا إنها لا تحب مهنة التمثيل وتعتبرها مهنة صعبة ولا تجدها ولا تستطيع التصنع لتصبح ممثلة مشهورة من هي هذه الفنانة بسمة الكويتية؟ بسمة هي فنانة كويتية من أصول عراقية ولدت في دولة الكويت للوالدة الكويتية لا تقيم في دولة الكويت الآن ولا تحمل الجنسية الكويتية لعدم توافقها مع شروط حمل الجنسية اسمها الحقيقي هو ابتسام الحميد ويلقبها المتابعون باسم بسمة الكويتية وهي مغنية وممثلة اعتزلت ولكنها عادت في عام 2016 هذا مع كل الألم ومع كل الحزن نريد أن نودع الأزمات التي نلقيها نحن بيقول لك في الأيام الساعات المقبلة مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظة تشهد البلاد وحسب ما أكدت هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار تبلغ زروطها الساعات القليلة المقبلة بيجي توقع خبراء الأيام الأرصاد أن يسود اليوم الاثنين تقص لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود تقص مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية آخر تطورات التقص في مصر مشيرا إلى أنه تم بدء عن مصر الثاني من فصل الخليف الذي تكون معظم أجواء شتوية حالة من العدم الاستقرار وقالت خلال التصريحات التربزيونية أن اليوم هو زروته وحالة عدم الاستقرار في حوالي الجوية نتيجة تأثر للبلال بمنخفضات الجو العليا ومنخفض سطحه على البحر المتوسط نتج عنه سقوط أمطار متفاوتة أشد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووجهته نصيحة للمواطنين ببدء ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة بالأخص في فترات الليل وعن الزوار الجوية فقالت الأرصاب في بيانه الرسمي أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة شكرا أما بالنسبة لتعطيل الدراسة وبناء على ذلك أعلن محافظة شمال جيناية لتعطيل الدراسة اليوم وكذلك محافظة مطروح نظرا لسوق الأحوال الجوية شكرا لكم أحبائي وعزائي لستماعكم للفيديو مع كل حب واعتزازي لكم لا تنسى الشراكة في قناة الملكة ولا كمير قناتك وتعليقك إن جاء كانا إيجابي أو سلبي شكرا لكم تحية مصر تحية مصر تحت ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسلوات غفظة قداسة البابة ودروس الثاني بابا وتلالك الكرازة المرقصية أسعى الخير حبائي وعزائي كل عام وأنتم بخير الأمر الذي يفجع جميع البشر وهو لجنة الخارجية بمجلس النواب تطالب بعرض المتهمين في قضية التبشير بالمسيحية على القضاء طلبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعرض المتهمين في قضية التبشير بالمسيحية في أقرب وقت على الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معه وأوضحت اللجنة في بيان الله أن المتهم الرئيسي وهو مواطن أمريكي تجاوز اختصاصه وقام باستغلال وصفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته وبدون علم زويهم وهي أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا مؤكدا أن هذه الأفعال مرفوضا ويجب منع تكرارها وأكدت اللجنة أن الدعوة إلى ديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا داعيا إلى تشجيد القوانين ذات العلاقة وأشهدت اللجنة بالمجهودات التي تبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة كما جددت شكرها أيضا لعناصر جهاز الأمن الداخلي لقيمهم بعملهم بشكل مهني وقانوني وحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهدادات المختلفة التي تواجههم حقا إنها أمور غريبة وأمور عجيبة هل يحق لمسيح أن يقوم بالتبشير؟ هذا ما ترفضه ليبيا ويرفضه الداعشيين من أجل سبات أصولهم وسبات عقائدهم المختلفة عن الإسلام الوسط ونحن نعلم ونشكر الله على وطننا مصر العجيزة التي تجعل المواطنة وليس هناك أي تمييز بين قطي أو مسلم نحن تحت رئاسة قيادة الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وبسلوات غضا قداسة البابة ودروس السين بابة وطريقة القناة المرقوسية أشكركم أحبائي وعزائي ولا تنسوا تعليقاتكم واشتراكاتكم ودعمكم للقناة قناة الملكة والأمير مع كل شكري وحبي واعتزازي لجميع الذين المشتركين بالقناة شكرا لكم شكرا شكرا